ربنا بختك وإن فعلا محظوظين أنا بقولك الحظ ومش عارف إيه وإيه كيف لا 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 أنت هتهرب إيه الحظ وسيد العمدة بتاعت الاستهلالين حظنا هو بالأهل ده والله طب وسيد العمدة ده لا سيد العمدة المشهد الذي يحدث خصوصا المشهد الإعلامي ما عرفش ليه كده وأنا بتفرج على بعض التعليقات اللي يقولك أصل الأهل يصرف كتير قوي عشان ينافسنا أصل الأهل عشان يغلبنا كان خايف مننا فعمل كده وغلبنا طب طبعا أنا بصرف عشان إيه عشان أكسب المنافس وحقق البطولات هو ده الغرض من إدارة الرياضة هو ده الغرض وفي نفس الوقت وأنا بأكسب ومنفق كل هذه المبالغ الرهيبة بأعمل افتتاح رائع كويس الترتيب اللي أنت عملته النهاردة ده أن الناس يشوف المنشأة اللي حتتفتح دي والإضافة اللي بنضفها لأعضاء النادي الآلي أينما كانوا بقى أنا بقول أينما كنتم إحنا هنروح لك وهو فبتعمل هذا الكلام المشأة ده بيفكرني إيه بقى إيه بقى إيه أنت بتتكلم بلغة الانتصار إنت بتتكلم بلغة التفوق إنت بتتكلم بأسباب النصر إنت بتنقل من بطولة لبطولة بتقول اقفل وفكر اقفل وفكر وغيرك عمال يختلق البطولة الأضعف اللي بيشترك فيها الأهلي البطولة الأقوال قلنا الكلام ده يا بختو لكن إنك بتتتحول المسألة بتبقى يعني 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 هو حصلت إن أنا يعني عشان طب انسحب من أجل الكرامة وده مصطلح برضو حننقشه مش عارف إيه علاقة انسحب من الكرامة خالص يعني لأن الكرامة لها مفهوم حننقشه دلوقتي وبعدين ييجي في الكورة بعدين ييجي وبعد ماتش الكورة اليد يطلع لك جواب رسمي في مشهد إعلامي رسمي بيشوروا على إن القرامة كانش كرامة لحاجة بتاع الكورة بيقولك كنا نرغب في الانسحاب في كورة اليد ولكن اللعيبة كتب التعاهد وينشروا التعاهد هذا المشهد مع تعليقات أخرى بقى أصل الأهل محظوظ أصل الأهل بيعمل أصل الأهل بيصرف وصلت إن الأهل بيمرن بقى والأهل بيضم لعيبة كويسة لكنها جرائم يجب أن يدافع عنها لها المشهد ده بيفكرني بمسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة إيه ده أخوه بقى المشهد ده سيد أخو جعفر سيد ده راجل اللي ما شافش المسلسل راجل حكايته على الله هو عايش فاكر نفسه بيتصرف صحه ما بيعملش حاجة صح هو عايش في مقارنة مستمرة مع أخوه الجبار اللي عمل لهم الهايبة فلما أخوه يعني أخوه كان في السجن يتخذ على أهوة بهدل فخرج أخوه خد بطاره خلص له على الزبون ورقاده خالص مفرفر وقال له تعالي بقى حط رجلك على رقابته إذا ما حط رجله على رقابتك فحط رجله على رقابته راح متذكر العظمة بقى آآ ها ديني بحط رجله على رقابته بس أنا بالمنطلون وهو كان بالكلسون وهو كان بالكلسون برضو مش وجعفر أخوه بقى اللي خلاه يعمل كده كان بالكلسون آآ أنا بالجزمة وجعفر كان حافي يعني هو أحسن أي عندما تصل إلى وبعدين في ماشا التاني بيقول لي والدته إيه عارفة مش عجيب دي إيه في جعفر إنه غبي آآ ويعملها كده وهو كل حاجة يعملها يعمل لهم بلوم سياحة آآ فهو عنده فلسفة بينه بالنفسه حسسته حسسته وهو ارتاح كده بهذا المفهوم آآ مش مهم الناس كلها شايفات زي آآ هو إيه ده نفسه الأنقاب هو ده نفسه المكانة هو ده نفسه الإحساس بالعظمة حتى لو كان هذا منافي تماما للحقيقة ولكنه ارتاح فلذلك لما يقولوا لك الأهل محظوظ وأنا بالكلسون وأنا بالبنطلون لا بالأهل يا عم محظوظ محظوظ ليه عشان الحاجات دي محظوظ ليه عشان الانشاءات دي محظوظ ليه عشان الشياكة بتاعت مجلسه والوقار والمنظر محظوظ ليه بنظرة العالم إليه بالمكانة الدولية التي وصل إليها محظوظ طبعا إزا ما يكونش محظوظ ولكنه عشان يصل إلى هذا لم يعتمل على الحظ ولكن أخذ بالأسباب واشتغلوا ناضل ما هو احتروا معاك ما حيرهم يا أهل يقولك نادي الدولة أحيانا يقولك بالتحكيم دائما يقولك واحدة حلال أحسن من عشرة حرام يقولك الكاف يقولك الفيفا يقولك المنافسين يقولك الفترات العدف العدف لا الحظ ده عمر أديب يا أولاد المحظوظة يا محظوظين يا محظوظين بقالك 100 سنة محظوظ أحيكسابه يا محظوظ هو بيزيع محظوظين والله يا عمر محظوظين ان انت ان الاهل مش معادنا عادتك لازم نكون محظوظين محظوظين ان احنا في حتة بنتحاسب لما ما نجيبش العلامة الكاملة ولو انها مزعجة ومؤلمة ومرهقة لكن لازم نكون محظوظين ما هو هذا القدر انت لما تكون الاول على السنوية العامة كل همك ايه تجيب الفول مارك وتبقى الاول او لما جيبتش الفول مارك اوعى تبقى التاني هذا انهيار والناس تبص تلاقي بقى بتاع العددية عيرك سعيدة تلقي التاني على السنوية العامة ومش عارف ياخد العددية الاخر الذي لا ينشغل بعناصر التفوق عشان يتفوق عشان يعلم انما هو ما يلعبش يتكلم عليك يلعب يتكلم عليك يكسب يتكلم عليك يخسر يتكلم عليك يحصل مش عارف ايه يتكلم عليك هو بيتكلم عليك ولذلك انا محظوظ ان انا مش مضطر اتكلم على حد هتقول لي متى بتتكلم علي حد لا قلتلك انا بصور المشهد هو انا لما طلعتش اعمل كده ما عنديش الف حاجة ده انا جايب اهو جايب عناصر الكلام اهو كله قدامي ايه سيادتك على شمالك وسيادت على يميني ايه انا محظوظ هنكاس على يميني ايه تبقى كسبان كسبان يطلع لك حد النهاردة يكتب هو ومصور لي كولر ومصور لي اه ديفيز الناس دي مش بتقولهم طلباتهم ليه يا راجل حرام عليك وفي الاخر استقيموا ورحمكم الله اه يا راجل خليك ما انصف استقيموا ايه ده ديفيز ده كل اللي طلبوا جهالوا ايه اخرهم علي زين اله كونوا بقى وصيبوا وبعدين اه 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 الاهلي قالهم عايزين حاجة تانية قالهم لا مشاكري خلصت ايه كولر معروض عليه باستمرار سيفهات عشان يختار يعني انت هو في عائل وبعدين بكل بقى بخل النادي الاهلي يا سيدي ولا يلبي الطلبات ايه اللي حصل على الارض الواقع انجزات 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 وبعدين اقول للناس اللي بتطع عشان تعمل كده منتاز منتاز ظلم يا استاذ ابراهيم ويطلع كلام ده من عندك هل هذا طراه يعني امر محفز اقولهم كلمة طيبة حتى في ليلة الانتصار خلي بالكوا عشان اللي جاي اصعب ماشي 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 انما استقيموا يرحموا كل ده ويستقيموا يعملوا ايه تاني يعني الحقيقة في محاولات مضنية انك تتطور نفسك وتجيب احسن حاجات كرت اليد عشان تبقى زي سيد العند لا كرت اليد للسيدات جايبين عصرين حتى انا بقولهم بجيبتلوش فلانة ليه وبتعالوا دي عناص الجام ده اللي جات حنشوف ادام في الملعب يا رب حتى الكرة الطايرة التدعمات اللي طلبها الجهاز هي اللي جات مش اللي اتفرض عالجهاز اي وات كرة الطايرة اللي بتلك مرة اخرى لها كلام اخر اذا ده كلام مهم جدا يا جماعة في هذا الربط العبقر الحقيقي الدراماتيكي المسير